الرحمن الرحيم باسمه نبدا وبهي نستعين على بركة الله تتواصل انطلاقات الحجائي نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع الأخوة المشاركين الأعداد هائلة وكثيرة ونتمنى التوفيق للجميع الشوط الثاني عشر المخصصة للأبكار على بركة الله نسير على بركة الله ننطلق مع هذا الشوط المخصص للأبكار الملي بالمنافسة إلى طيلة الثلاثة كيلو مترات هناك تحيغ الناموس في الامتار النهائية ما شاء الله تبارك الله تجاوزت الأعداد التسعين اللهم صلي وسلم على النبي ونسير مع اللي قادة المسيرة يسلام يسلام الشاهينية سيف بن سعيد بن محمد النعيمي تنطلق إلى المركز الأول تليها في المركز الثاني المركز الثاني مشاهدين الكرام هناك المركز الثاني بنحاول نتعرف عليها الحمد بن محمد الوهيلي وفي المركز الثالث المركز الثالث في دخول في دخول في تحدي ما شاء الله تبارك الله وصول من غبل الشاهينية حمود بن سالم الوهيبي تاتي على المركز الثالث وفي المركز الرابع المركز الرابع هناك وصل حمود بن محمد بن سالم الوهيبي لكن المركز الرابع المركز الرابع يسألوا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله اللي وصلت مشاهدين الكرام ها هي قد داع الخليفة أو الخليفة نعم بن سيف بن عبد الله المنصوري وفي المركز الرابع يا السلام احنا اكتوا يد من قبل 78 بنشوف ونتعرف عليها يا السلام يا السلام شديدة شديدة سالم بن صلحام بن محمد المزروعي وفي المركز المركز الخامس المركز الخامس مشاهدين الكرام في وصول من قبل عالية سالم بن غدير بن حمد العويسي وتليها في المركز السادس المركز السادس يا السلام شكرا يا أبو حمد اللي تاتي مشاهدين الكرام هناك وصول وتحدي من قبل هملولة محمد بن سالم بن ناصر النعيمي خدت المركز السادس الله يهاد الكم الهائل من الأبكار الله 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 يهاد المنافسة الشاهينية وصلت خميس بن صالح بن سالم المشايخي ولكن هناك أسماً جديد أحكام أحكام وصلت أحكام وصلت الزعب السعيد بن سالمين المنصوري في أسامي أسامي قادمة ظن 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 الله يظن تعود الملكية العادل أو جبر من قاسم الربيع الكواري ولكن نعود لمقدمة الشوط تداخلت الأسماء تداخلت الأسماء تحركات تحركات أحكام هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري هيمن انطلغت إلى المركز الأول ما شاء الله تبارك الله الله يحكام لكن ندى سلطان بن حمد بن عميرة الشامسي شوفوا من اللي واصلة شوفوا من اللي منطلغة ما شاء الله تبارك الله 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 اختصار حمد بن علي بن حامد الوهيبي تحركت اختصار أحكاماً واختصار في الأمتار النهائية أحكاماً واختصار واصل بالنصرة مبارك بن محمد بالنصرة العامري في اللحظات الأخيرة في اللحظات الحرية اللحظات الحاسمة اياهي معركة في الامتار النهائية ما شاء الله ارماز وصلت علي بن غدير الله 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 تحركت رمز تحركت رمز علي بن غدير في اللحظات الاخيرة بن حمدان اليحافي ما شاء الله تبارك الله سلام من جم السبق سلام علي بن غدير يحافي الثاني المبارك بن محمد بن نصرة الثالث مع علي بن حمد بن علي بن حامد اما في المركز الرابع المركز الرابع 34 مرحل زعب سعيدة بسالمين المنصوري المركز الخامس المركز الخامس دخول جماعي وتحدي ومنافسة منذ البداية ما شاء الله تبارك الله هكذا التحدي هكذا المنافسة حتى خط النهاية ولكن هناك أيضا استطاعت رمز تنتزع المركز الأول علي بن غدير بن حمدان اليحافي وتهدي السلامات أهالي السلطنة وهالي من قم السبق بالخصوص لا فاجتنا في اللحظات الأخيرة وانتزعت المركز الأول ونشوف الإعادة للتغيط الزمن اللي طيلت الثلاثة كيلو مترات رمز تنتزع المركز الأول وتهدي السلامات ما ذكرنا هالي السلطنة قطعة المسافة مشاهدين الكرام في فترة زمنية ومغدارها أربع دقائق ثلاثين ثانية أربع دقائق ثلاثين ثانية أربع أجزام من الثانية تهانينه والناموس علي بن غدير بن حمدان اليحافي على فوز رمز بالمركز الأول المركز الثاني مشاهدين الكرام لمبارك بن محمد بن نصر العامري قطعة المسافة في فترة زمنية ومغدارها أيضا أسمها الضبي محمد بن صالح بن نصر العامري قطعة المسافة لطيلة أربع دقائق ثلاثين ثانية واحد ثلاثين جزء من الثانية وجزء من الثانية الياتت في المركز الثاني أما في المركز الثالث تواجدت أيضا الحمد بن علي بن حامد الوهيبي الياتت في المركز الثالث وغطعت المسافة في فترة زمنية ومغدارها أربع دقائق واثنين وثلاثين وفان وتماما تهانينا لمالك اختصار وتهانينا لكل منفاز بهذا